عطش مبكر يواجه سكان هذه الدور السكنية بسبب غياب مشاريع المياه عن مناطقهم إلى الحياة البدائية عاد سكان منطقة القوسيات شرق مدينة الموصل بعد لجوءهم لحفر الآبار الارتوازية نتيجة شح المياه التي يعانون منها صيفاً بل وحتى في فصل الشتاء ما بيهمي خلاص فحفرنا آبار الآبار لما حفرناها بفلوس يعني البير مليونين مليون ونص ثلاث ملايين قسم مكانات حال العمق كله يطلع كبريت وكثير ناس تمرضت وما يصلح للشرب ما يصلح حتى الأشجار هم تموت بما يدخل كبريت يعني كبريت فضيع مر وكبريت أكثر أحياء ساحل الأيسر لمدينة الموصل وأكثره كثافة سكانية يفتقر لأبسط الخدمات الأساسية أبرزها المأوى الكهرباء وفقاً لأهالي الحي طبعاً نحن أكبر الأحياء بالساحل الأيسر أكثر الأحياء بالساحل الأيسر ونعاني من شحة المياه وكثير عندنا كثافة سكانية وكثير من العوائل تعاني من المياه طبعاً هاي تشوف هاي الأسجار كلها مو مو مال زقي الصيف طبعاً هاي كله مال شتة من الأمطار والله عني شتري تانكين تانكين وخمسين ستين فقاع نشتري تانكيات وقاع نخليهم بالصعدة وفوق بس بالحار هذا حتى قاع يصينون يعني نطولون بالتانكيات قاع حتى الماء قاع يخطر ما قدر نشربه بور ما يتراوش بور ما يتراوش وماء هذه يعني قاع يصين التانكي قاع يصين وبحسب دوائر الخدمية في نينوى فإن هذه المناطق هي أراضي تابعة لجمعيات تعاونية وغير مشمولة بالخدمات في الوقت الراهن عمر أزيدواني نيوز الموصل